الكثير يقع في أخطاء كثيرة عند فتح منصة مدرستي والتي تلافي هذه الأخطاء الكثيرة أول شيء عند الدخول لأول مرة نقوم بتسجيل الدخول نعمل اسم الدخول ورمز الدخول بعد ذلك نقوم بحفظ كلمة المرور عندما يتسألنا أول مرة حفظ كلمة المرور نعمل حفظ وبعد أن نقوم بحفظ كلمة المرور سوف يكون المتصفح يذكرنا فيها دائما طبعا بعض الأحيان يقوم الطالب بالخروج ولما يأتي له هنا يطلب منه الرمز من جديد حل هذه المشكلة هو ضغط هذا الرمز المفتاح الذي هنا في الشاشة بعد ذلك سوف يفتح لنا هذا قم بضغطه كذا سوف يدخل لنا الرمز تلقاين طبعا الخطوة الثانية في الإعدادات الإعدادات المهمة في المتصفح أنه عندما نذهب إلى المتصفح هذا هو المتصفح كل مرة نبحث عن منصة مدرستي و نقوم بالدخول على جوجل بعد ذلك نذهب إلى المنصة وهذا غلط و يفتح لنا صفحات كثيرة الحل لهذه المشكلة بعدها نذهب إلى صفحة مدرستي الرئيسي و نقوم بفتح اللي اسم و الرمز نذهب إلى العنوان الرئيسي هذا و نقوم باختيار مدرستي و نقوم بنسخ الرابط هذا بعد ذلك نذهب إلى الإعدادات و نذهب إلى الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية مفعل طبعا هي تأتي صفحة الرئيسية لجوجل نحن ننزل إلى الخيار الثاني هذا بعد ذلك نقوم بحث الرابط الموجود و نقوم بإدخال الرابط الذي قمنا بنسخه هذا هو هذا الخطوة مهمة ليش؟ لأنه إذا الطالب تدخل إلى الصفحة و ذهب إلى صفحة ثانية و وضع عنوان أو شيء بدل أن يقوم بفتح صفحة ثانية و كل شيء بس كل ما عليه هو ضغط زر الهوم الذي فوق هنا القائم الرئيسي الذي على الشاشة سوف يعودنا إلى نفس الصفحة الرئيسية لمنصة ندرستي بدون فتح صفحة جديدة بدون أي شيء و أيضا بدون أن نقوم بإنشاء اختصار للصفحة في سطح المكتب لأنه إذا قمنا بإنشاء صفحة اختصار كل ما نأتي نفتحها يفتح لنا صفحة جديدة وهذا يعلق الجهاز و تكون عندنا صفحات كثيرة و عندما يكون الشخص فاتح في عدة صفحات يقوم بالطلب الرمز منه كل مرة وهذه الخطة غلطة لكن هذه الخطة التي رأيتكم هي الخطة الصحة طبعا الخيار الأخير من الإعدادات نذهب إلى الإعدادات الرئيسية في الجهاز بعد ذلك إلى التطبيقات بعد ذلك إلى التطبيقات الافتراضية ما هو التطبيق الافتراضي؟ للمتصفح التطبيق المتصفح نعمل التطبيق الافتراضي الذي نريده هو نفس التطبيق الذي يوجد فيها المنصة التي قمنا بفتحها مثلا إذا كان المتصفح أنا عندي المنصة في جوجل كروم أعمل المتصفح الرئيسي جوجل كروم لماذا هذه الخطوة؟ لأنه إذا جاءت لنا صفحة الواجب في التيمز أو في الواتساب أو في تليجرام أو في أي برنامج نقوم بفتح الرابط يذهبنا على طول الاتماتيكين للتطبيق الافتراضي التطبيق الافتراضي سيكون جاهز قد يدخلنا فيها الاسم والرمز لنفس الطالب فما يحتاج منه إدخال رمز واسم من جديد هذه الخطوة جدا مهمة طبعا إذا الشخص نسى كلمة المرور ويريد الخاص يدخلها في مكان الثاني فيذهب إلى المتصفح الأول مرة اللذي قم بتفتاها بعد ذلك الإعدادات بعد ذلك إلى كلمة المرور بعد أن تعد previousira وبدء الآن ي renunciب بخايا يكون هذه كلمة المرور المحفوظة في الجهاز يعني الجهاز قام بحفظ كلمة المرور لهذه المواقع نذهب إلى الموقع الذي قمنا بحفظ كلمة المرور فيه هذه هي linkmicrosoftonline.com كما تشاهدون يتفكى معنا كده المتصفح يفتح لنا هذه الصفحة التي قام بحفظ كلمة المرور فيها هناك أجهزة التي يوجد فيها رمز سري أو نمط إغلاق الشاشة عندما نقوم بمشاهدة الرمز بفتح هذه العين لا يأتينا بالرمز يجب أن نقوم بعمل رمز في الجهاز لكي ندخل مشاهدة كلمة المرور يدخل الرمز بعد ذلك يورينا كلمة المرور لكن عندما لا أطلب كلمة المرور سوف يذهب إلى إدخال كلمة الجهاز كلمة المرور هذه هي كلمة المرور الموجودة في نفس المتصفحة في نفس اسم المتصفحة إذا قمت بإدخالها إذا كان لا يستطيع الوصول إلى كلمة المرور في المتصفحة الأول أو لا يستطيع الدخول إلى الجهاز نفسه أو أن الجهاز فقد أو أن الجهاز تفرمت فطريقة السرداد كلمة الميكروسوفت بسيطة سوف يدخل إلى حساب ميكروسوفت في منصة مدرستي بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول بالاسم الموجود لديه بعد ذلك عندما يدخل كلمة المرور يعمل نسية كلمة المرور بعد ذلك يقوم بإدخال الرمز الذي يطلب منه هنا طبعا لا يوجد فرق في الكلمة هذه هي كلمتين واحدة فوق واحدة لكن لا يوجد فرق يجب أن يكون كلها مع بعض بعد ذلك يعمل التالي كما تشاهدون هذه هنا يطلب منك رقم الجوال الذي قمت بتسجيل منصة مدرستي فيه أو رقم الجوال الذي مرتبط في نظام ابشر طبعا كل حساب هو لا يبين الرقم يبين آخر رقمين في نفس الجهاز بعد ذلك نقوم بإدخال الرقم هنا بعد أن نقوم بإدخال الرقم نعمل النص إما يرسل لنا رسالة واتصال بعد ذلك ندخل الرمز الذي قمنا بإدخاله في المربع وطالبنا بإدخال كلمة رمز جديد كلمة المرور جديدة كلمة المرور لازم تكون أرقام وحروف طبعا بالإنجليزي أرقام وحروف في منها كابتل في منها سمول وطبعا رمز الآت هذا برضو إذا طلبوا منه فوضروا لكي تكون كلمة السر قوية هذا المتصفح هذا الموقع الميكروسوفت لازم يطلب كلمة قوية تتكون منها حروف وأرقام والكلمة القوية لازم تكون زي كده يعني حاجة معقدة شوية حروف كبيرة حروف صغيرة أرقام طبعا أقل حاجة يكون ثمانية حروف وأرقام هذه هي الطريقة للاسترداد الرمز السري إذا فقدنا طبعا في طريقة ثانية مثلا إذا فقدنا كلمة المرور والاسم أيضا قمت بشرحة قبل كذا عن طريق أبشر نستطيع عمل تعريف لرقم جوال لشخص المضاف في نفس أبشر لأي شخص من الطلاب أو شيء نعمله في منصة أبشر في منصة أبشر تعريف لرقمه بعد ذلك يقوم بالدخول فيه في منصة توكلنا عن طريق توكلنا يدخل إلى منصة مدرستي في توكلنا ويقوم بإرسال رسالة على رقم الجوال تحتوي هذه اسم الدخول والرمز يستطيع استخدامه يستطيع تغييره ويستطيع أيضا طلبه في أي وقت طبعا كلمات المرور دائما تأتي متلخبطة حتى التي تأتي من المدرسة البعض لا يفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة البعض لا يفرق بين حرف الأول بين الصفر أو الزيرو طبعا هذه لازم يحتاج لها واحد يركز عليها بسيطة جدا لكن تحتاج لها تركيز وإذا دخلت الرمز مرة واحدة تحافظ بالجهاز الجهاز يحفظه دائما تستطيع بعد ذلك تغييرها إلى رقم مألوف أو رموز مألوف يعني تحافظ لها أو تستطيع كتابته شكرا لكم هذه هي كل الطرق لاتفادي الخروج من منصة مدرساتي أو رمزة مدرساتي انسينا الرمز اود دخول الغرط وشكرا لكم اشتركوا في القناة